العلامات التحذيرية المبكرة للسكتة القلبية الصامتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة 2014 تم إدخال ماريان بوتس المعانية بداء السكري إلى أحد مستشفيات ولاية فرجينيا وذلك إثر تراكم سائل داخل رئتيها ولكن بعد خضوعها للعلاج وقبيل خروجها تلقت خبرا من طبيب متخصص في أمراض القلب والشرايين يفيد تعرضها لأزمة قلبية سابقة تسدبت في تضارر أنسجة قلبها مما شكل صدمة لها كونها أول مرة تكتشف هذا الأمر غير أنه بعد مراجعة ملفها الطبي اتضح تلقيها قبل سنوات مضت لعلاج من ارتداد الحمض وعسر الهضم المستمر المندرجان ضمن قائمة الأعراض المبكرة للنوبة القلبية الصامتة بعد سماعك لقصة ماريان فمن أبرز ما يمكنني تبادر إلى ذهنك هي التساؤل حول ما هي هذه الأزمة القلبية وكذلك العوامل المحفزة لها دون الإغفال طبعا عن العلامات التحذيرية الاستباقية لحدوثها كل هذا بالإضافة إلى خصائص أخرى لداء حلقتنا سنكشف لك الستار عنه عزيز المشاهد ولكن قبل ذلك إن كنت ارتحقت بنا من خلال هذا الفيديو فإني أدعوك إلى الاشتراك والإعجاب وكذا تفعيل جرس الإبلاغ الذي يمدك بجديد المواضيع أهلا بك على قناتك مغالطات علمية تنتمي السكتة القلبية الصامتة أو اعتلال عضلة القلب الصامت إلى النوبات الناتجة عن تراكم الرواسب الدهنية على مستوى جدران الشريان التاجي والمؤدية إلى عسر تدف قد من أحو القلب وما يميز هذه الأزمة أيضا هي قلة وضعف حدة أعراضها بيد أنه ما يلفت الانتباه إليها كذلك هي ارتفاع نسبة المصابين بها فحسب الجمعية الأمريكية المرضى القلب فإنه من بين ثمانم أو خمسة آلاف نوبة قلبية سنوية في الولايات المتحدة مئة وسبعون ألفا منها تنطوذ من الصامتة الشيء الذي يستلزم مواكبة طبية خاصة لدى الأشخاص المعرضين لها إذ حسب النفس الجمعية فإن النساء المصابات بداء السكري هن الأشد عرضة لهذا النوع من السكتات في حين حسب العديد من الأخصائيين فمرضى الكوليسترولي أو ضغط الدم المرتفع وكذل المسنين وذوي التاريخ الأسري المعاني وحتى المدخنين وأصحاب الوزن الزائد ينتمون أيضا إلى قائمة المهددين بالنوبة القلبية الصامتة ولكن رغم هذا كله فما يبعث موجة من الأمل هو إمكانية استباق حدوث هذه الأزمة حالة ملاحظة أعراض مميزة لها وهي ما سنطلعك عليها مباشرة بعد الفاصل 1- الشعور بالتعب العام والشديد يعد التعب العام والمستمر دون بذل مجهود بدني أحد العلامات الفارقة للعديد من المشاكل الصحية الشيء الذي غالبا ماين في ارتباطه بالأزمة القلبية الصامتة ولكن إن كنت ضمن الفئة المعرضة لهذه الأخيرة وتعاني بالعرض بشكل ملحوظ فمن المرجح أن يكون مؤشر استباقيا لاعتلال عضلة القلب الصامت 2- عسر الهضم كثيرا ما يكابد كبار السن عسر الهضم نتيجة لخلل على مستوى السبيل المعدي المعوي ولكن حالة معاناتك من العرض رغم خلو جهازك الهضمي من مشاكل الصحية فمن المحتمل كونه علامة إنذارية لسكتة قلبية صامتة 3- الشد العضلي في الظهر أو الصدر إن غياب الأسباب الصحية المحتملة للشد العضلي في الظهر أو الصدر تدرج هذا الأخير شأنه شأن العرضين السابقين في خانة العلامات التحذيرية لاعتلال عضلة القلب الصامت 4- الشعور بعلامات مشابهة للأنفروانزا من أغرب ما قد يتبادر إلى ذهنك حول الأعراض الاستباقية للنوبة القلبية الصامتة هي العلامات الشبيهات بالتي تخص الإنفروانزا والمتمثلة في التعرق البارد والغثيان والقيء لذلك حالة انتمائك لأحد الفئات المعرضة لهذا النوع من السكتات فلا يجب عليك إساءة تقدير هذه الأعراض 5- الألم في مناطق محددة من الجسم ما يميز السكتة القلبية الصامتة عن المألوفة بالإضافة إلى الأعراض الإنذارية الآنفة هي الإحساس بألم على مستوى إحدى ثلاث مناطق في الجسم متمثلة في الفك أو الذراعين أو حتى الجزء العلوي من الظهر قبل إسدال الستار على موضوعنا تجدر الإشارة إلى ضرورة معينة الطبيب بشكل دوري حالة انتمائك لأحدى الفئات التي ذكرناها في مستهل الحلقة إذ علاوة عن العلامات التحذيرية المبكرة للنوبة فالتشخيص الطبي خير حل وقائي ختاماً للفيديو نرجو أن نكون قد فدناك عزيز المشاهد بهذه المعلومات حول الأزمة القلبية الصامتة وإلى موضوع جديد من مواضيع مغالطات علمية أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة